جاوحي جاوحي ينامون على وضع بائس ويستيقظون على وضع أكثر بوسا إنهم اليمنيون بوصف الأمم المتحدة المنحدرون نحو مجاعة يصعب السيطرة عليها وقد بدت أولى نتائج هذه المجاعة بحملة إلكترونية دشنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تلتها مظاهرات في تعز وعدن وصفها مراقبون بثورة جياع قادمة اكتفت الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بتغريدة تحذيرية نشرها برنامجها الإنمائي حذرت فيها من خطورة صمت الأطراف على المجاعة الوشكة مؤكدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قد يضافون إلى قائمة الإنعدام الغذائي التي تحوي ثمانية مليون شخص فقدوا سبل عيشهم المجاعة المنتشرة بسرعة تفوق سرعة الحرب في اليمن أضحت تهديدا حقيقيا لغالبية اليمنيين الذين وفق المنظمة الأممية تتعدى أسعار السلع الغذائية قدرتهم على الشراء في ظل ارتفاع جنوني للأسعار التي تتصاعد مع غياب تام لمؤسسات الدولة الاحتجاجات الشعبية على انهيار العملة أتت بعد تجاوزها حاجز السبعمائة ونصف ريال للدرار الواحد وتوضح الأمم المتحدة بأن هذا الانهيار غير مسبوق في تاريخ العملة المحلية عما كان عليه قبل بدء الانقلاب والحرب حيث كان الدولار يساوي مائتين وخمسة عشر التدهر السريع للعملة الذي بدأ في منتصف يوليو الماضي أثر بقوة على الاقتصاد الوطني وأدى إلى ارتفاع مخيف لأسعار المواد الغذائية وأضعف من قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم اليومية من الطعام ويبدو أن الأمور بحسب يمنيين محتجين مرشحة للانفجار طالما ظل قرار الحكومة المهاجرة في الخارج مختطفا بيد تحالف لم يحفظ أمن اليمن فكيف يأبه لجوعها